الحرب في أفغانستان وقاتلوا طالبان يدخلون القصر الرئاسي في كابل بعد فرار الرئيس الأفغاني المنتخب أو اللي جاء بالشكل الأمريكي يعني أشرف غاني عارف أشرف غاني مش إزاي تعال أقول لكم السر بس الناس اللي كانت موجودة في المدرج مدرج الطائرات في مطار كابل قالوا اللي حصل الرجل راح وفيه طيارتين ركب هو ومعاونيه في طيارة والنائب بتاعه في طيارة تانية وعائلتهم وبدأوا يحطوا شنط وأشولة من النقود من الفلوس في الطيارات فاكتفت الحمولة جابوا طيارة هليكوبتر مالوها فلوس وفضلت بعض الأكياس بره مش قادرين يدخلوها من كترها فسابوها على المدرج ومشيوا دول اللي جم بالدبابة الأمريكية أشرف غاني فر من أفغانستان بأكياس من المال خد بالك اللي إليها العربية خد بالك دول اللي جابوهم الأمريكان دول اللي جم على الدبابات ومبارح كتير ناس جم على الدبابات كانوا قلقانين مناموش كويس وكتير ناس من اللي دعموا اللي جم على الدبابات لحكم بلادهم كانوا برضو مش نايمين كويس كانوا بيفكروا وبيقولوا هو ممكن يحصل هو ممكن في يوم من الأيام نشوف المشاهد دي في بلادنا وفي أصور حكمنا عموما المشهد مبارح في أفغانستان إذا كنت معا أو ضد الطالبان أنا مش بقيمهم ولكن أنا بقول اللي قالوا كتير من المحللين السياسيين أصحاب الفكرة بيوصلوا إذا آمنوا بفكرتهم سواء كانت فكرة صواب أو كانت فكرة خطأ المهم أنك مؤمن بيها وبتشتغل بيها طبعا إحنا معا أنك تؤمن بفكرة صواب ومش خطأ التعامل الأفغاني راقي التعامل الأفغاني في الطالبان اللي بيقولوا يعني سياسيا دلوقتي راقيين جدا ومختلفين جدا والتصريحات بتقول إن الموضوع مش هيكون زي فترة أو مدة سيطرتهم على أفغانستان للفترة الأولى مصدر بسفارة روسيا بكابل الرئيس الأفغاني هرب بأموال لم تتمكن الطائرة من حملها كلها دول اللي بيتكلموا طبعا أشرا أفغاني كان بيتكلم عن الوطنية والوطن أشرا أفغاني كان بيتكلم عن برضو تحية أفغانستان وأفغانستان أم الدنيا وحتوب أهد الدنيا وفي الآخر لما جد الجد هرب بالفلوس هرب وسب فلوس ما قدرش يحملها ليه لأنه صميعة لأنه جاب دبابة لأنه مجاش بإرادة أفغانية حقيقية دول الحكام المنتعلين دول الحكام اللي بيفرضوا على شعوبهم دول الحكام اللي ملهمش جزر في الأرض طالبان طالبان بتصرح وتقول طالبان أو بالعربي الطلبة الطلبة بيقولوا لا خطر على السفارات الأجنبية حركة الإجلاء من أفغانستان تتصارع وواشنطن بترسل تعزيزات للحماية أعرض لحضرتك مشاهد حتلاقيها حصلت في كل مكان كانت في أمريكا أمريكا لما بتروح بتربي خوانة وعملة يشتغلوا معها لما بتيجي تمشي بتحاول تاخد بعضهم زي ما حصل قبل كده في فيتنام زي ما حصل في كوريا زي ما حصل دلوقتي في أفغانستان أنا مش بقول على كل الناس اللي في المطار خوانة لا فيه ناس خايفة من الطالبان فيه ناس بتحاول تنقذ نفسها شايفة ان الطالبان خطر على حياتهم ولكن أكتر الناس شايفين ان الطالبان خطر على حياتهم هم العملاء اللي كانوا بيتعاملوا أمنيا واستخباراتيا مع الطالبان اشتركوا في القناة